هل اهتدى رموز النظام في جزائر لرفع يدهم عن السلطة؟ سؤال لا يزال يشغل الشارع الثائر ضدها ويزيد اشتعال الأمور أكثر فأكثر في البلاد التي تطوق للتغيير منذ وقت طويل للجمعة العشرين خرج المتظاهرون إلى شوارع الجزائر العاصمة للمطالبة برحل بقايا نظام بوتفليقة وسط ترقب لنتائج مقترح رئيس الأركان عبدالقادر بن صالح بشأن فتح حوار جديد لخروج سلمي وسريع من أزمة الرئاسة عرض انقسمت حوله المعارضة التي دعت لمنتدى حوار جمع بعض رموزها مع غياب آخرين عدوا الاجتماع موالاة للنظام تباينت الآراء في المنتدى حول المقترح لكن مطلب المجتمعين الأساس كان ضرورة وجود شخصيات وطنية غير منحازة وإطلاق صراح المتظاهرين فضلا عن التعجيل بالانتخابات الرئاسية حيث أكد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات أن مقترح بن صالح عرض قاعدة غير كاملة لكن يمكن التعامل معها لوضع معالم الخروج من الأزمة السياسية القائمة لكن شخصيات من الناشطين في التظاهرات أكدوا عدم جدية بن صالح ورموز النظام السابق في إجراء الحوار مطالبين المعارضة بالتمسك بثوابت الشعب والثورة ومشاركة الشباب في الانتخابات القادمة ووضع خريطة طريق تؤمن عدم استنساخ النظام السابق الذي دمر مؤسسات الدولة الدستورية وحولها لخدمة الفساد هذا التضييق الحاصل واعتقال المتظاهرين وخصوصا شخصيات أمثال الخضر بورقعة القيادي إبان حرب الاستقلال والذي أوقف الجمعة يوزم الأوضاع أكثر في البلاد الأمر الذي دفع الجيش وبن صالح لطرح هذه المبادرة ليدرأ تهمة الانقلاب عنه ويرمي الكرة في ملعب المعارضة التي تعرف هي الأخرى أن الشعب هذه المرة اختار التغيير ولن يرضى بأنصاف الثورات